أيها الإخوة الفضلاء مع أسس البناء والاستقرار دائماً في العلاقة الزوجية يأتي حديث اليوم عن أس وركن ومبدأ أساس في هذه العلاقة يحفظ أمنها واستقرارها واستمرارها بفضل الله عز وجل بعد أن تحدثنا في الجمعة الماضية عن موضوع الستري في العلاقة الزوجية هضرنا في الجمعة الماضية نحن كان نهضر على بعض الأسس الشرعية لشرع أهالنا الوحي قرآناً وسنةً باش أننا نحافظ على اللحمة دي الأسرة نحافظ على البيت العلاقة الزوجية هضرنا في الجمعة الماضية عن قضية الستر الأصل في العلاقة الزوجية هن لباس لكم وأنتم لباس لهم يستر الرجل زوجته أو زوجة وتستر الزوجة زوجها هذا هو الأصل وذكرنا بعض الشواهد لهذا الستري أساس اليوم في هذه العلاقة أيها الإخوة الفضلاء سيكون الحديث فيه عن مبدأ الحوار الحوار الهادئ الهادفي القاصد وهو من أكثر الطرق فعالية وفاعلية للتواصل مع الطرف الآخر ولتحقيق استقرار العلاقة الزوجية أو بتعبير من عبر من أهل الاختصاص في مجال الأسرة والعلاقة الزوجية تحقيق نوع من التوأمة الفكرية تكون واحد التوأمة للتصور في العلاقة الزوجية واحد نوع من الألفة النظرية أن تتآلف الأنظار وأن تتقارب الرؤى وأن تتجانس التصورات لهذه العلاقة من الأمور التي تخلي العلاقة الزوجية فيها واحد نوع من التقارب بين الزوج والزوجة أن الأزواج يكونوا تيقلسوا وتيتحاوروا واحد الحوار التي تنحاول من خلاله أننا نقرب رأيي برأيي الطرف الآخر نظري بنظري الطرف الآخر تصوري بتصوري الطرف الآخر فهمي بفهم الطرف الآخر وهنا الفقهاء أذروا على ما يسمى بالكفاءة وبعضهم فصل فيها حضر احتعلكفاءة من ناحية المستوى العلمي والمعرفي كي يكون واحد نوع من التواصل سهل علاش لأنك تهضر مع واحد شخص اللي عنده واحد المستوى دي المعرفة اللي يقدر يتوصل معاك طبعا إذا كانت هذه المعرفة مسيجة بسياج القيم والأخلاق وما إلا كانت المعرفة التي تحمل صاحبها على الكبر والاستعلاء والتعالي والغرور وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد على منهج فرعون فهذه معرفة تبا لها وبؤسا لمن يعيش عشرة كهذه نهارا نسترخ الحوار من يعني الحوار؟ نستنبه أن العلاقة الزوجية وهذا ما هضرنا فيه سابقا نستنبه أن علاقة تشاركية تكاملية تعاونية الرجل تتزوج المرأة باش التعاون معاه مش التعاون معاه ماديا فقط لأن من تزوج مرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا والواقع يشهد مصادق حديث رسول الله تنطق بها الوقائع والأحداث والحواد اجتملك يكون الهدف ديال الزواج أنني نرقي الرتبة والأجرة وتنتزوج المبدأ الأساسي عندي وهو أنني نجيب وحدة لنتعاونوا أنويها على دوائر الزمان والفهم ديالي لدوائر الزمان الفهم المادي المحض كل مشاكل اللي غتلقاها في ديك العلاقة الزوجية لأساس ديالها ديك جوش فرانك اللي دخلت عليها طامعة رسول الله يقول من تزوج امرأة لمالها دواء القصد ما رعيت لا دين لا قيم لا أخلاق لا طربية لا تشي حاجة لا حياء لا عفة لا ستر تشي حاجة إنما تزوجتها لمالها دخلت طامعة ديك شي عندك بالحسابات ضربتي الحساب طلعتي فوقاش غتبني وفوقاش غتشري وفوقاش غتدير دك شي عرف أنك لن تعيش إلا البؤسة والفقر والسبب دك شي اللي تمعطي فيه دك شي اللي تمعطي فيه من دي الضمع من تزوج امرأة لماله لم يزده الله إلا فقرا ولذلك ينبغي أن تصحح يعني النيات والمقاصد لهذه العلاقة العلاقة الزوجية وهذا شيء نذكر به وقلناها علاقة شاركية تكاملية تعاونية وتعاون هنا في ما هو معنوي وفي ما هو ماد وقدرنا نحن أحتاعد التعاون في المجال الشرعي والديني هاتعاون الطام غاث غتديون النس هاتعاون غتديون النس تعاونها بش تناد صلى الفجر تاخذ بيدها بش تتقرب لله عز وجل تاخذ بيدها بش تصون عرها تاخذ بيدها بش تكف فلسانها تاخذ بيدها بش تصيل راحيمها وتأخذ بيدك وتأخذ بيدك تعاونت تثغرخها سبحانه ترمي لحك ذي السماس أكتروسي النس أكتمغاري يأيزني أي ثماس أكذويد جنس أكذ العائلة النس ها تدير الخير ها تصلي صلاة ها تصون عرضها تحافظ على كرمتها تصون لسانها تتعاونها قد أخذوا ميقا تعاونت تعاونت تعاون على الخير قول المرة التاهية تتعاون الرشل ده هو الأصل في العلقة خلينا منسلك أدرغي الحسابة المادية وقد سبق معنا توضيح شيء من هذا وهذه العلاقة الزوجية التشاركية التكاملية التعاونية تتعرض أو يعرض لها ضرورة ضرورة بعض النتوآت دي الخلاف والاضطراب في هذه الصيرورة الحياتية لابد لابد أن الإنسان غير تصادف مع مشكلات في العلاقة الزوجية وكان ذلك في بيته أو في خير البيوت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير البيوت من بعد بيت رسول الله بيت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعي هنا كان يحتاجوا لهذا المبدأ كان يحتاجوا له ابتداء بعدها في العلاقة وفي تصير أمورنا بشكل عادي ما يبقاش الراجل يستفرض بالقرارات ويدير ذلك شيء يبغى ويسوق جمل بما حمل كما يقوله حيث هو الراجل كما يضل وهو القوام حيث هو فاهم القوامة ذلك الفاهم ديالو مش بالفاهم الشرعي وغانهضروا على هذا الرجال قوامون على النساء والمعنى الشرعي ديال القوام مش كتعني وش هي تشريف للإنسان ولا تكليف ليه مسؤولية زيدة عليه نفهموا هذا الأمر جيدا ويكون الحوار من اللي كانتظهر بعض النتوءات وبعض الخلافات لأننا جل جل طلاق اللي تيقعدنا تيقعدنا أن الرجل والمرا ما تيقلسوشي هضر قلسونا هضروا ما كان قلسوشو نهضر فوقاش حنا نبدأوا نتناقشون نحطوا الملفات ونحلوا كل شيء من اللي تشعل العافية بين الرجل والمرا من اللي تشعل العافية بين الرجل والمرا قاعدك شل المراسكتات عليه مرة ما يختغى ثقاثي التيني نهاني 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 يا مواني وشو هاني أعذون أزغف عمني أعذون قاعد الميل فتغة تكركر تحط تكسعة وتحلي وأرى ما تفك أرى ما تفك نكون كان غيميل في ميل فغل فكو حط كل شي ديكسعة ما تلقى ما تحل الرجل ذاك الشي اللي كان ساقر عليه وساكت كله ينفجر خطرة ويحط كل شي ايش مثل التوذيخ في النم اشخص ما تقعش هو هاك النهار وذاك النهار وذاك النهار وذاك النهار ها تتفرق على الرمانة ما تنتحاوروا ما تنحلوا مشاكل تنتعايروا تنسمعوا الهضراء البعض نابع كل واحد بغيبين بأنه ولي على حق بأن الآخر على باطل تينتهي بنا الأمر اطلاق تينتهي بنا الأمر احنا ما غانجيوش احنا ما غانتفاهموش احنا رامتشميس اللي كناش لابد أيها الإخوة الفضلاء من تأسيسي هذا المبدأ مبدأ الحوار في العلاقة الزوجية القرآن الكريم كمنهج عام اقرأوا الصور المكية تجدونها ملآ بآيات تحاور المشركين الوثنيين حوار مع المشركين ومع عبدة الأصناع مع الوثنيين اقرأوا الصور المدنية تجدوها ملآ بآيات تحاور اليهود أهل الكتاب والنصارى حوار قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وأن لا نعبد إلا الله ولا نشرق آيات حوار مع أهل الكتاب مع أهل الكتاب مع أهل الكتاب تمثل ذو تشماش ذو تشماش للدين اختك هذه اختك أختك في الدين والعقيدة والإيمان ثم زوجك بعد ذلك وأم أولادك هذه اللي معك تحاور معها نهائيا الله عز وجل فتح باب الحوار مع إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك سيدا بيستان لولكن قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال لي خرج قال قال ربي أنذرني إلى يومي يبعثون قال إنك من المنظرين حوار بين الخالق وإبليس الحوار كي يبني كي يبني تتملك يكون قاصد وهادئ وصادق كي يبني كي يبني كي يبني ديكتاتورية أن الإنسان يتسلط والاستبداد رأي ما كي يبني كي يبني علاقات ما كي يبني أمة ما كي يبني لحمة ما كي يبني أسرة ما كي يبني محبة ما يفعل هذا كريكي يكضم واحد الغيظ واحد الحقد واحد الكراهية واحد المودة نهار اللي غيل قدك سيد ينفاعل ويخرج دكش اللي عنده غير منوه العجب والويلات لذلك هذا المنهج وهذا المبدأ رأى مبدأ قرآني في جميع المجالات في المجال السياسي في المجال الطرباوي في المجال الأساري في العلاقة الزوجية في المجال دي العمل في المجال دي الوظيفة في أي مجال في أي مجال نبني الأمة بهذا المنهج لابد حين ظهور بعض النتوآت أيها الإخوة الفضلاء وبعض الخلافات أن يتسع صدر الزوجين للاستماع للطرف الثاني ليبثه همومة ويحكي ما يعانيه ويشرح تصوره ويبين عن موقفه ويوضحه بكل عدل وإنصاف ويكون مبتغى هو الإصلاح وهو الأصل وها هنا أشيل إلى بعض النقاط اللي هي أساسية في هذا الحوار أولا لابد من إرادة الإصلاح إرادة الإصلاح سبق معنا خطبة إلا راني كانت تذكر ما قد شوش هنا ولا فنانا في قصة شعيب عليه السلام نحن كنا نحضر على الإصلاح أخصنا الإصلاح إصلاح المنظومة إصلاح التعليم إصلاح كذا إصلاح الفيزة إلا ما كانت إرادة خطبة تغني بالإصلاح حيات كلها حيات كلها إلا ما كانت عنده إرادة حقيقية إرادة إرادة قضية ما هي قضية هدرا قضية ما هي قضية تغيير تشريعات قوانين قضية قضية إرادة صادقة إرادة داخلية أننا ننص الحب من أمور الإرادة عاد كي يجي الفعل دي الإصلاح شعيب عليه السلام قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أني شعيب قال إن أريد أنا باغي 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 إلا ما كانت إرادة حقيقية فعلية داخلية صادق صادق هذا السيد أنه فعلا باغي يصلح اجتملت كل إرادة عادك ساعة أجي نراجع ونغير ونبدل ونتحاور ونقلس ونعقد ومجالس وغد ديروا خطوات والله عز وجل سيوفق إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله في العلاقة الزوجية في العلاقة الزوجية يقول الله عز وجل إن يريد إصلاحا مرخصا فعلنا صراحا يوفق الله بينهما هذا يوفق ربي هذا يوفق ربي توفيق دي الله كي يجي من اللي كتكون الإرادة صادقة توفيق دي الله للإصلاح تيجي من اللي تتكون الإرادة صادقة والنية خالصة الحوار من اللي كيكون بين الزوجين أول شي يحرص عليه هذا الرجل اللي يقلس مع المرأة يهضر ولا هذا المرأة اللي يقلس مع الرجل تهضر معاه فهذا الموضوع اللي وقع فيه خلاف صحيح النية وأخلص القصد وليكن قصدك من هذه الجلسة أو الجلسة ياك الإصلاح فعلا ترى كي بغي تصلح بش يوفق الله سبحانه وتعالى بمعنى القصدية الإصلاح بمعنى أنا مليغا نجي قلس نيين أذصرح قلسنا بيناتنا وليكن قلسنا وقلس معنا بوين البنت قيم كين غباباس نيغض عزيزيز نيغض ومسام القران نيغض رفقهن تمزيذة نيغض الخاطب الجموعة نيغض شاني جنت والسم ذي يصرخها أي واحد قلس معنا وإحنا قلسنا باش نهضروا في المشكل شنو باغي أنا باغي نصلح ما معنى باغي نصلح يعني إلا كان خطأ فيها يتصلح وإلا كان خطأ فيها يتصلح والرأي ديالي وذلك شلي أنا ظن وكان اعتقده خصنين كون متيقين أنه صواب يحتمل الخطأ والرأي ديالها اللي أنا متهم خصنكون كون كان ظن وكان اعتقد بأنه خطأ يحتمل الصواب هو الأصل هذه النية لكي يمشي لإنسان خمينة غيمة وعيز أكت مغاثة السور يحضروا وهو داخل ماشي باش يصلح داخل باش يسبي إلا أنت فيه خضان وإلا المرأة قلسة مع الرجل وتحاور معها وتناقش معها وحضروا الحكامين لكن هي قلسة باش تبي بأن هذا الرجل هو اللي مخطئ وهو اللي دير عجب هو اللي مسخوط واللي ماشي مرضي واللي محامتش الله واللي مقانعش بالنعمة اللي هو فيهم تنعم بيها يكون هذا النية نية الغالبة نية الانتصار لن يوفق الله عز وجل لشيء من الإصلاح إن يريد إصلاحا أنا غادي باش نصلح فعلا النية ينوأ الصرح لأنه ممكن لتصنح وجوه هنت تويري غشا شلح وجوه أنا ما شيف هاش شلأ خطاء أنا كنظن بأنني فيها مصيبة على حق وعلى صواب أنا بغي نشوف هاد الشي اللي عندي واش صحيح باش لأخور يصح لي ماشي بغي نفرش المرأة ونفضحها ونبين بأنها هي اللي مسخوطة ومحمدش الله هذا هو الأصل عد باش يمكن لنا نتحاور الشافعي في المجال الفقهي يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب هذا هو الأصل أنا ممكن غلط ما معصوم لا نشق هذا عايز عايز وجبوذ النبي الرجل مشي والرسول الرجل بن أدم تمشي معصوم كون أنك راجل ما كيخول لك العصمة كون أنك انتا هو الراجل ماشي معناها أنك ما تغلطش كون أنك انتا الراجل ماشي معناها أن الهضرات ديالك هي اللي خصاة تكون كم مكان الحال وفي جميع الأحوال ماشي معناه ماشي معناه ماشي معناه وغادلنا فصلهم اللي غانا نهدروا على موضوع القوام هذه النقطة الأولى أيها الإخوة الفضلاء القضية الثانية اختيار الوقت المناسب للإصلاح ماشي كل الأوقات صالحة أننا نقلسون نتحاور نحن نتحاوره في الموضوع ويقعنا مشكل كذا نبخيق السيد مرش مليح مع عمر توقع بنتهم مشكل تغاوتوا تزايدوا على شيء هضراء مهم حضرات تساعة الشيطان نقرس الشيطاني يحذي خاوض نقع مشكل فوق نقلسون نتحاور تجنب اللحظة الغضب بدل الساعة حيد على اللحظة ديالي انفعال نحن ما كان مقاوش نهضره إلا في ذكر اللحظة تغاوتنا تم وباغين صلح وقيمة السيور لن نرخو دابا 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 نحن نفكوها دخو أكبر خطأ أكبر خطأ أن تحاول الإصلاح أو الصلح أو معالجة الخلاف في لحظة الغضب والانفعال أكبر خطأ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضب عن القاضي فاش يقضي في المشاكل الناس في الخلافة العباد الله أنا غادين نحكم عندي لا ملفات ما رانيش خاطري هذا النهر جغبوا مليح قلق خاطري خاسر ما رانيش مزيان حري ينبي أجل علي هذا الملفات أجل علي باش ما ندخل في شيء واحد طوله عرض أجل باش ما يطلع لي شيء واحد الدم ونشعل معه نحن نرى هقساتي إذا كان مشو وكان قري وشي مرة كان مشو وغي مع الصباح ما شيء على خطرنا ثمتيات مخي يقض كنت مغاد يهدع هذا البوركان دي الغضب اللي ما في الجرطيش اللي ما كانش عندي كوكس تيوت ساعة ينفجر يقدر عندي تلميض عليه حاجة بسيطة أو استاذ مدل قليس بلس قليس بلس قليس بلس قليس بلس طلب عادي كون ما كنتش غضبان كنت وزدك الطلب بشكل عادي جدا تيجي عندك ولدك تتشعل معاه علاش إنك في حالة غضب وهو بري ما نويت تشي حاجة ومصدوم بردة الفعل ديالك علاش كنتي غضبان كنتي غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان فما بالك إذا كان القاضي خصما انت هو القاضي دبا انت اللي رك في الخصومة انت اللي رك في الخلاف هل انتصار لنفس هل لحظة الغضب بدل ساعة خليك تتكون مهدن العلماء قاسوا العلماء الفقهاء قانشين نقواس وورن العلماء النخ شون نقواب وغير على الرأي النخ احنا هاد الأمة كون ما بصرها الله عز وجل بهاد الشريعة بفضل الله وبفضل ورثة الأنبياء ها ليهما أهل العلم كون رحنا غدين فطمسوا العماء العلماء يقيسون يقيسون اشتعل الغضب كيقولك القاضي لا يقضي إلى كنجعان أو عطشان أو عيان أو فيهن عاس اشتعل أي حالة تشوش عليه تشوش عليه في الحكم دياله وفي القرار دياله كيقولك يبدل ساعة يبدل لأن هذه حقوق الناس هذه حقوق الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم كي ينبهنا خلافات الزوجياء والإخوة الفضلاء لا يقضي فيها المرء ولا يحاور في حال الغضب في حال الغضب إتماما للحديث إن شاء الله عز وجل وإذا ما بدأ الحوار بهدوء قلسنا قلسة الرجل قلسة المرأة بدأوا يهضروا من يوقعنا من تقيد من وقيد الغضب الغضب يحتد النقاش بدأت تشعل اللعفية بدنا كنفعله حبس حبس النقاش بدل ساعة بدل ساعة لأن الغضب سيحدث زيادة شقاق وخلاف بدنا مزياني تنهضروا غيب شوية شوية طفعت الأصوات احتدت بدأت الخصومة تشعل حبس حبس بدل رمو عظم الطلق اللي ره واقعين فيه وحد العدد للنس لأنه بدأوا يهضروا في الحضاد اللي ينفعله الغضب مملكة تهضر مع الرجل قارش تننيش كماذا عايز تهضر مع المرأة قارش قين نيش مواجب وذي جيس نتده قارش 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 سؤال سؤال قتلك أنت ماشي راشل وشيطان قممش قمش 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 ما تجلبه قمش تسعده ما تجلبه لك قمش 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 نميم قمش انا لقد قمش قمش لم يكن قمش 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 تاثبت قمش يثبت أنه رجل يطلق يطلق بشبين لها أنه راجل السؤال فوقاش قلت لك هذا الهضراء الجوان كنا كانت غوته كنا غضباني كان طالع لي ندم هذا الهضراء لو حاله حيدها سؤال فوقاش قلت لك أنت ماشي بنت الضار كنا كانت غوته كنا كانت ضقيه كنا في حالة انفعال كنا في حالة غضب هذا الهضراء جمعيها لوحيها لهي واذا نقضي الشنهار مع الصبح غيف طر وكلاه وشرب مزيان واجتي لي الفطور وقال لك شما تجيب وذي جيس انتدى أبدا لحظة دي اللي انفعال والغضب قاعدك الشي اللي كيبان جمعه ولوحه تحسبش عليه رجع للأصل دي العلاقة الزوجية بينك وبين هذا الرجل واذا نهار سمعك هذا الهضراء على والو واذا نهار قاتليك لمره هذا الهضراء على والو ما يقال في لحظة الانفعال والغضب لا يعتد به عند العقلاء عند الحمقى والمجانين والبله والمغفلين هذا الهضراء اللي غيطلق بسببها المرأة هذا الهضراء التويذ عشران تم غاهرين ما الرشي نيش كو تجيبوه ذا عيسك شاء نهرمث عزوث خشانيش تنظنيت صافي صافي أقصى ما يمكن للمرأة تقوله الرجل اللي تكون منفعله وتبغي تثير الثائرة الغضب دياله يطعن له في الرجولة ديال تقوله واش انت رجل ماذا يشغل تستفز متفن صافي صال الله السلام والعافية الأمر الآخر من الأمور اللي خصها تكون حاضرة في الحوار الاستماع الطرف الآخر من اللي كيقلص الرجل يهضر والمرأة ويتحاوروا غيب دا هدي يهضر نقز الأمر قال لا واجمي يا مني ولا غي تبدال هضر المرأة هضر تينقز الرجل لا راجع راجع واجمي لا خصنا نتعلموا وحد الثقافة ديال ديال الإنصات والاستماع سمع خليها تهضر تقول لك شي اللي عندها ها تقول لك شي اللي عندها تتكمل عتبة ابن ربيع جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصة معروفة ذكرها ابنه هشام في سيرته جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إحنا نعرفوا القدر ديال كل نسب ديال كل الشرف ديال كل مكان ديال كذا 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 يا محمد إن كان هذا الذي جئت به هاد النبوة كي نقشفات كي نقشف النبوة و الرسالة قالوا ش risic دين لك جيبوا لينا إن كنت تريد من ذلك مالا أعطيناك جمعنا لك من أموال إن كنت تريد من ذلك ملكا ملكناك دينك مالك علينا إن كنت تريد من ذلك نساء نزوجناك طار البغيتي يترجمك واحد للهضرا اللي سفهت أحلامنا وآلهتنا النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع من اللي خيره يخبرك ما يسير? قال. قل. قل اسمع. قل كني مين عك. ايني؟ قيعدك شل اللي قاله عتبة هضراف الخوة. النبي ما عنده تشي حجم دك يعني إلى كتبه الفلوس لك لا 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 لأن النبي كي ربي الأمة كي ربيها على واحد الحاجة اسمه هسمع للآخر دعوه يهضر دعوه يقول دك شي اللي عنده خلحت كمّل او يكمّر من ده سين النبي أفرغت يا أبا الوليد كمّر أفرغ شوف الفقه النبوي المدرسة النبوية رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقي هذه الأخلاق هذه التربية هذه الحوار هذه الناس أفرغت يا أب الوليد رأيكم أفرغت يا أب الوليد قال نعم قال للنبي صلى الله عليه وسلم تسمعوا مني ها تسمعوا مني دعنا نفس هذا تقاطع عنه لا يقولوا ما تقاطع عنه السورة ليست قاطع أكملت أعطيتك وقت هضرتي قلت ذلك شيء عندك سالتي خليني هذا بنهضر قال قولي أسمع وتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر آياتي صورة فصلت إلى أن بلغ السجدة ها بدك يقرأ عليه آيات من القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم هذا هو الأدب ها اسمع قيمة جسمية السورجة السورتين يتفارغون النس ها نحن نحن منهج في الإصلاح خلي خلي هناك القلب عامر القلب عامر خليها تسرسر خليها تحضر خليها تفضفض خليها تخرج خليها تقول ذلك الشيء عندك يقدروا برامج تلفاز اسمتها فضفضة فضفضة اشتيلة فتحوا الباب لبونسوان دي أو لنبشي فضفضوا فضفضة خليه تفضفض بناد مخصوي فضفض رامل لي ما يخليها ش الراجل تفضفض ليه كانت تفضفض ليه كانت تفضفض ليه عند الجيران وعند خالتها وابنت خالتها وعمتها وكذا كانت تفضفض ما سيسوي؟ ما سيسرع سيسرق سيسرق أستماع من الطرف الآخر هذا منهج الأمر الآخر أيها الأخوة الفضلاء وبه أختم وسمحوا لي هذا الموضوع كي يقلم لأن هذا الواقع الأسف الشتد لا يوجد من المثث بالدرغ لا يوجد من المثث بالدرغ لا يوجد من المثث بالدرغ إلى هذا الشيء فيه فايدة نحن مستمرين نحن نحضروا ونبصروا نفسنا ونبصروا لإخواننا الذين حضروا معنا لأن هذه البيوت سيلهلك وليعيذوا بالله سيلهل التهلوك الأمر الآخر من ما ينبغي أن يستحذر فهذا الخليفات وقد سبقت الإشارة أن الرجولة لا تعني العصمة لا تعني العصمة الرجل اللي كيتحاور مع مرتو يعطيها وقت ويخليها تهضر وتقول رأيها وتعبرته يا واتيني من غاس ويسمع منها وتسمع التهية منه والهضرة بنتهم أخذ ورد هذا خلق نبوي ديالنبي عليه الصلاة والسلام اللي قلس وكيتصنط العائشة وكيتحكي له قصة 11 مرأة كل وحدة كيتهضر على رجلها والنبي عليه رغم انشغالاته حادث أم زرع اللي شرحوا القاضي عيان رحمه الله ورحمة واسعة وكيتحكيه النبي كيتصنط كي يسمع كين رجالي قصة غارب ورخت شو غارب ورخت هذا إخوة زعماء هذا كي يخضر غيف العامر شرذير قهوة أكثر غاهن صارثا عاشن جيرث أكي أكي مدوكارن صارثا عاشن جيرث هذا غذير خوار خوار خوو غيف الخوار خوو تيجيل الدار تبغي المرأة تهضر معاه وغارب ورخت شغر هذا إخوان تيتعجب أصر عامة ها غي سمع سمع ونقي نقي نقها نقها حوزن الخار ذي هذا حوزن الحب ذي هذا صح هذا صح المفاهيم تخليش دك شي غادي غي هكي كتجيك فرصة باش لمرأة بغيتها تهضر معاك سمع سمع وكبر عقلك وسع خاطرك ونفض وصحح وصحح رأي المشكلة كينشير جال خلين كيتمنا لو أن أمرت تهضر واتسيوير دك شي اللي فرصة هاته الديرو عاطي السكات تلقي تلمرأة بغيتها تهضر خليها تهضر خليها تقول هني أعمى إلا بغيت تهضر قلت سيئو الإخوة الفضلاء الرجولة لا تعني العصمة لا تعني العصمة والرجل ليس هو من يستبد بالرأي في أهل بيته أبدا القوام أي نعم ترعى شرع الله ودين الله في بيتك لكن لا تظلم أهل بيتك الله مش أهل بيت تعداش عليهم وإن راجعتك الزوجة في شيء راجعتك تيشنو يا راجعتك قتلك وددك شي اللي درته ذمين خسطة قذوة تجيبوية مني شي حاجة دنيوية دنيوية عمر بن الخطاب رضي الله عمر بن الخطاب سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يخذ في شيء أمر من أمور أمور السياسة الشرعية ومن أمور كذا وطيه ضرر كذا كذا سمعاته وزوجه هذه السرسة نحن 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 علقت عليه عقبت عليه قال لي عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب السوق يأيز واحد السوق أنتم غاربون واحد السوق لماذا نحن سأتحرك من السوق وما سأتحرك من السوق كنت السوق جميع مسألة لا لا يأتي السوق انتم غارين دول منطق عنا ماجد خلق سوق الرجال عمر رضي الله عنه قال لها رضي الله عنه وأرضاه ما لكي وليما هاهنا في أمر أريده ما تكلفكي في أمر عمر بن الخطاب عجبني يا بن الخطاب أَوَمَا تُحِبُّ أَن تُرَاجَعَ Enter وإن ابنتك حفصه لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تثق بحث تقدم من تعتني قيد تنقش نبي لكي يجيه الوحي من السماء أَوَمَا تُحِبُّ أَن تُرَاجَعْ أَنْت وَإِن ابنتك حفصه لتراجع رسول الله قيد جيش تنقش النبي عمر بنيته أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم والله إنا لنراجعه الحال من حاجة النبي كانت نقش معاه نأخدوه نديه معه فلاه نقرس لو أجيبه يا مني أمه نقمه حيات الزوجية حيات الزوجية لأنه واحد المنطق كان عنده واحد عدد الرجال ولا ربما مازال كين وباقي كي يخلي الذي يتهم يتهم أهل الإسلام وأتباع سيد الأنام بأنهم يظلمون المرأة على حق عندهم الحق لأنه فعلا كان واحد عدد للناس اللي رأى ظالم ومعدي على بنت الناس ظالم ومعدي على بنت الناس حال عدد الأصل أن يتقبل الزوج ما تراجعه فيه زوجته والكلام أخذ ورد ويكون واحد نوع من اللين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلبي لن فضوا من حولك من رحمة الله من رحمة الله اجتملك تكون قاسح ومستبد وما ينغلدك اللي انت شايفه وما يكون وما يهضر معك شي واحد وما ينقشك شي واحد في ذلك اللي كتديره أولادك يكبره وما يستطيع أن يقول لك الوالد اللي نفعله وما يهضر وما يهضر ما الذي يجعله الرجل في الأخير وما يهضر وما يهضر وما يهضر وما يهضر وما يهضر شنو شاف عليش عقلها الدر ما عقل على والو غير لغوة وزقا ومدابزا والهم وصدع ما غير عقلش عليك ما غير يسولش فيك وخما شي من حقه احنا ما غير نهضر وشي من حقه لكن هذا هو الواقع الأسف هذا هو الواقع لكن يملك تكون الرحمة واللين وكذا لو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا لن فضوا من حولك ما يبقى معك شي واحد واكي شي تغيمي رذيج تغيمي رذيج وقد تلقى العكس من اللي تكون المرأة عود فيها الفاضة والغلظة من هذه التوضن غطى لقني القاضي قرسي ونحن جاء يخذها لذي يوصل إلى الواحد السن معينة والناس القانون أدرابين من هذا الأمر يوصل إلى واحد السن استخذها نحن جاء قشد حاكب هذا ما يملك الفاضة نحن جاء نحن جاء كورمانيتا في شوين نحنونية قشد حاكب آه لا أمم يصنحر أمم يصنحر أمم يصنحر أمم يصنحر أمم يصنحر أمم يصنحر وستشيذبوا من غيس ها سوشيذبوا من غيس ومالك يبقوا الضحايا صلى الله عليه وسلم أعتذروا إن كنتوا قد أطلت عليكم كل جمعة نقول سنبقى ندير عشرين دقيقة لكي نلتزم لأننا في علام لنرى أننا لا نتخالف ولكن ثمازيخت الدارجة اللغة العربية سأعزموا وأعقدوا العزمة باش أننا نقصروا في هذه الخطبة باش ما نبقوش نعيقوا على الخلق باش حتى ما نبقوش كل مرة يعني يلاحظوا علينا في هذا الأمر الأمر الآخر الذي أختموا به الله يجزيكم بخير الإخوان ديال الجنة باب الشرط 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 وما كان هدرش غير لها الجامعة هذا بشكل عام بشكل عام هذا غير من باب وذكر فإن الذكرة تنفع المؤمنين من باب وذكر الشرط هذا كراوح ذي التزام الشخص مع الجماعة ومع الإمام ومع المسجد ومع كذا ما تفررتوش فيه الله يجزيكم بخير الناس اللي كيشدوا الجوامع اللي جان ديال الجوامع اللي جان ديال الجوامع هذو راه ناس اللي مضحيين بوقتهم وتهوا معدهم شغالهم والتزامتهم وكاللي مرض بالأعصاب بكثرة التعليقات والملاحظات وكاللي كيمشي عند ولاده خاطر وخاسر لأن قالوا فيه وعلقوا عليه وتاهموه وتابعوه وهضروا فيه وكذا هذو الناس نرحموهم بالكلمة الطيبة وبالإحسان وهذو الواجب نرى ما كان نعطيه وهتن شي واحد نحن هذر صدق لينا وعلينا نجدها بين يدي الله عز وجل هذو الشرط لا يجب أن يكون بخير باش ما يبقاش هذا الموضوع وفين ما مشيتي سبحان الله العظيم من يماثروا حدي شانتم زيدا أتفذ لائحان شاتوير وشا خمسين ستين سبعين خدصا مبيا وعشرين وخدصا شا وربعات زي سني تزدقي باري لائحاني تقول الله اشتركوا في القناة